اهلا بكم انا فاطمة نعود وداود كاس صورة وصود اللي حنحاول من خلاله تسليط الضوء على العلاقة مع الآخر الآخر ده ممكن يكون فرض في نفس المجتمع لكن افكاره الايدولوجية او ديانته قد تكون مختلفة ممكن يكون الآخر ده غريب عن مجتمعنا بينشأ بيننا وبينه رابط او علاقة والعلاقة دي بتاقد اكتر من صورة زي المكتشفين اللي بيزوروا بلادنا وبيتعلقوا بيها وبيكتبوا عنها زي المستشرقين او الرحالة وبالتالي ميشجعوا برهم ييجو يزورونا المهم للبودكاست ده حيصلط الضوء في كل حلقة على شيء او صنيع او فعل بيربط بنا وبين الآخر وبيقرب المسافة بين الشعوب الجائزة الادبية الجائزة الادبية هي تقدير وإشادة بقيمة وفضل الأديل لها أهمية معنوية في مسيرته دون شك ومع هذا فقد رفض أدباء ومفكرون جوائز قيمة إما بسبب موقف سياسي أو لرفضهم فكرة التقييم من الأساس فهذا جون بول سارتر الفيلسوف والكاتب الفرنسي الأشهر وقد رفض جائزة نوبل عام 1964 معلنا رفضه بأن كتاباته تنتقد المؤسسات فكيف يقبل جوائزها؟ وهكذا فعل الكاتب المصري صنعال إبراهيم عام 2003 هنا ارتقى منصة مصرح دار الأبرا المصرية وأعلن رفضه جائزة الملتقى العربي للرواية معلنا رفضه بخلافه مع النظام السياسي المصري آنذاك تعالوا نرحب اليوم بروائي وأديب ومثقف عضوي اشتبك مع قضايا المجتمع الكويتي وتكلم عن المسكوت عنه في رحلة محاولته إعادة بناء الوعي الجمهي في مجتمعه عبر تفكيك الموروث المصقل بحمولاته الاجتماعية والدينية والسياسية ورحب بضيفي الأستاذ شعود السنعوسي الذي رافقته الجوائز الأدبية منذ بداياته ففاز بجائزة ليلى العثمان عن روايته سجين المرايا ثم جائزة ألمان بوكر عن روايته ساق البمبوب وترشح اسمه لجوائز عديدة أخرى أستاذ سعود أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أستاذ فاطم هل أنت صائد جوائز؟ لا أتصور ولا أدري بأمانة لماذا سمعت بهذه الصورة مع الجوائز أنا لم ربور الشحت لجوائز كثيرة لكن لم أحضر إلا بجائزتين أو ثلاث يعني لكن هناك من يربط اسمي دائما في الجائزة أتصور لأن تجربتي في بدايتها كانت منذ العمل الأول والعمل الثاني حضيت في ذلك الوقت بجائزتين جائزة السادة الأثمان أو ثلاث جوائز لأنه كنت أكثر دقة جائزة الدولة التشجيعية في الكويت ثم جائزة الايباف أو الجائزة العالمية للرواية العربية مسمى في البوكر لا أعتقد بأن يقل نص جوائز لا أفكر بالجوائز بأمانة أثناء الكتابة لكن لا أستطيع أن أنكر فضل الجائزة في مسألة الرواج على أقل تقدير لا أتحدث عن تجربتي لا أريد أن أوسعها وأتحدث عن الكاتب بشكل عام يعني بلا شك أن كل كاتب لديه تصور بالنسبة لي لا أسأل الجائزة يعني بعد كتابة العمل إذا جاءت الجائزة خير على خير كما يقولون من تجربة شخصية تصور بأن الجوائز منحت الكثير بأمانة لكن ماذا أضافت لك؟ أضافت الرواج أضافت أني موجود اليوم معك أستاذة خاطمة البارحة يعني كانت لدي فعالية في معرض الكتاب وهي ليست أول مرة معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك الحضور المصري كنت أقول دائما يعني بالذات هذا حضورك الأول في مصر؟ لا 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 كثير حضورك في مصر يعني من 10 أو 11 سنة في البداية من عنان البوكر أتذكر وكان الأمر أنت تعرفيني يعني بالذات الوسط الثقافي المصري كأنه ما يعيش اكتفاءا ذاتيا يعني ليس من السهول أن يفترق هذه تهمة توجه إلى الشرع الثقافي المصري؟ ربما تكون اطراعا يعني في نوع من الاكتفاء الذاتي فعلا الوسط الثقافي المصري في حراك كبير يعني ودائما هو المؤثر هو الذي يخترق المجتمعات الأخرى ليس من السهل أن يتم اختراقه بالنسبة لي أنا في سن صغيرة ذلك الوقت نتحدث عن 31 سنة وكانت لي قاعدة مقرؤية كبيرة بل كبيرة جدا في مصر ليس فقط على صعيد القارئ العادي أنا تحدث أيضا عن الناقد النوعي والقارئ النوعي والناقد والإعلام المصري أيضا يعني كان دعمني جدا جدا أثناء الجائزة وأمس كنت تتحدث عن ذلك الموضوع في يعني وضعت الدعمة في مصر أكثر من الكويت معقول في بعض المواقف نعم وتحدث عن ذلك حتى في الكويت يعني خلينا أضرب لك مثالين المثال الأول حينما كنت في القائمة الطويلة في 2013 كان معي أسماء من أسماء مصرية يعني وأعمالها كانت جميلة بأمانة لكن الصحافة المصرية ما لمست فيها لا تملك تلك الحساسية بأنه كما نقول شغل المنتخبات يعني عندنا كتاب مصري شلالية ولدينا كتاب مصري يجب أن ندعم وكان في دعم كبير لساق البامبو في الصحافة المصرية رغم وجود أعمال في القوام الطويلة والقصيرة أعمال الأعمال المصرية عدى ذلك بعد سنة في 2014 كانت الكويت تذكر في ذلك الوقت ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب وكان فيه كثير من الضيوف من الكويت رشح بالكويت طبعا دائما ضيف الشرف هو الذي يرشح لما أكن موجودا من ضمن القائمة كانت الصحافة المصرية يعني لها دور كبير في الصحف لا أريد أن أسمي أكثر من صحيفة يعني في العناوين أريضة من الذي يغيب سعود السنعوسي عن حضور بعرض الكتاب في القاهرة أستاذ سعود حينما يفوز مبدع بجائزة مان جائزة شهيرة تسن السنون وتوجه إليه النصال وتتكسر النصال على النصال كما يقول المتنبي فهل يمثل هذا عبءا على الكاتب أو تخوفا ما من الجائزة أو ترتبط الجائزة في دهن الكاتب الحروب التالية لحسن حظي أنا لم أواجه ذلك الأمر يعني قليل جدا لا يحسب يعني غير منظور لأن تلك الأقلام التي حاجمت مثلا قليلة جدا وليست مؤثرة وأيضا حاجز الجائزة يعني دائما أقول بأني تحررت منها في مرحلة مبكرة وأنا محظوظ أيضا بأني وعيت للمسألة تعرفين بعد الجائزة في تلك السن والتجربة القصيرة أيضا يعني عملت لي شيء مثل ما يقولون شك بأنه فجأة أنت يعني كاتب محلي لا تكاد يعني تعرف أيضا حتى داخل كويت محليا فجأة أنت لك قاعدة مقرؤية في فلسطين في العراق في القاهرة في بيروت في المغرب العربي لكن يضع مسؤولية ضخمة على العمل التالي والتالي مسؤولية صحيح أتفق تماما وأثرت في الشهور الأولى حينما جئت لي أكتب في إيران جئت لي أكتب عمل قبل في إيران أم يحصه وكانت الجائزة حاضرة جدا وكان الجمهور حاضر جدا وأثناء الكتابة تشفت بأني كنت نوعا ما أحاول مغازلة للقارئ وأحاول أن أحفظ مكاني الذي أدركته في تلك الفترة لكن الحمد لله أعدمت العمل بعد شهرين أو ثلاثة يعني هل القارئ بيبقى حاضر أمامك وأنت تكتب أم تكتب؟ أنا أستدعي في نشوة الكتابة دون هذه الاعتبارات؟ حلو السؤال جدا ربما تختلفين معي أنا أستحضر لا توجد سلطة للكاتب عليه لكن أثناء الكتابة دائما يكون هناك قارئ ضمني لا تحدث عن قارئ بشكل عام قارئ ضمني فلان فلاني أنا أعرف ففي فقرة معينة أو فصل معين وأنا أكتب أستدعي ذلك القارئ وأمنحه السلطة عليه تستدعي قارئاً افتراضياً أم تستدعي أحد الأيدلس أو الروائيين الكبار الذين تريد أن تتمثلهم؟ أيضاً جميل في فصل أستدعي فيه قارئ قارئ غير معروف لكن أنا أعرف أنه يتواصل معي وذكي جداً وأمنح السلطة علي أثناء الكتابة وألعب معها في الفصل أتحداك ستكشف اللعبة أم لأن أعرف ذلك القارئ دائماً يكشف أدواتي بشكل مبكر ويستفزني قارئ بالاسم يعني قارئ كويتي؟ قارئ كويتي لا تريد أن تتعلن عن اسمي؟ لا أنا ما عندي مشكلة حسين علي قارئ مجرم كما نقول يعني حتى في قراءاته يستفزني القارئ الداهية الداهية فعلاً يعني فأستحضره في بعض الفصول بعض الفصول وأستحضره لأستاذ اسماعيل فهد اسماعيل كان رحمة الله عليه دائماً يقرأ المخطوط عماني قبل النشر بعد وفاته في فصول معينة أستحضر اسماعيل وأعطيه أمنحه السلطة اسمع يا أبو فهد رحمة الله عليك كذا وكذا وأكاد اسمع جابه أو رفضه أو ضحكته حينما يضحك على فكرة معينة وحياناً أستدقي ناقد معين ذكي وأحترمه ويعجبني شغله في فصل معين أستحضر أنا أستحضر روائيين كبارة عالميين من قبل بكتر هوغو لا بكتر مؤثر أكيد في مرحلة مبكرة يعني يعني عالمياً من الكلاسيكيات بكتر هوغو بدون استحضار أتصور بشكل عفوي يظهر في عملي هذا بالنسبة للعالمي أستطيع أن أقول استحضار بقدر ما أثناء التحرير أكتشف أن أبوه متأثر جداً استلهام نعم بشكل أو بآخر نعم أستاذ سعود تحت لافتة نحن والآخر أين نحن ككتاب ومبدعين عرب على خارطة الجواز العالمية لماذا ليس لنا حضور قوي يوسكني أن أقول لك لها لعب لك إجابة لأنني أنا لدي أيضاً هذا السؤال أتصور مسألة ربما يتدخل فيها الناشر الغربي بشكل أو بآخر حضرت مؤتمرات ومهرجنات أدبية كثيرة في أوروبا وأجد نوع من إذا أمكنني أن أقول نوع تعالي على النتاج العربي حتى بعد أن أجيب محفوظ حتى بعد أن أجيب محفوظ بدليل أنه كانتها بيضة تديك جائزة نوبل لأستاذ نجيب محفوظ لم يصل أحد لكن لا أدري كيف يفكر لماذا فاز أن أجيب أحفوظ في رفع رأيك لأن في الشارع الثقافي نحن نختلف حول هذا الأمر هناك من يقول أنه مستحق أدبياً هناك من يقول أنه كشف وعر مجتمع المصري في الأربعينيات والخمسينيات وهناك من يقول أن محلياته الشديدة هي السبب في عالميته إلى أي فصل تبقية جزء كبير منها أنه أكيد انطلاق من إغالة في المحلي نعم سادقاً كنت أقول أعتقد يعني حينما كنت قارعاً فقط من الأستاذ نجيب محفوظ على صعيد الحكاية جبار وأظهر لنا كثير من الأمور وعرفنا على الشارع المصري في قراءة لاحقة قراءة العنية يعادة القراءة للأستاذ نجيب محفوظ بمعزن على الحكاية تماماً نتحرط من الحكاية وأعرفها تماماً يعني إذا أعتقد قراءة الحرابيش على سبيل المثال أو الثلاثية لن أقرأها بسبب الحكاية الحكاية خلاص عرفتها وشاهدناها فيلم ومسلسل تلفزيوني لكن المبهر اليوم في إعادة القراءة دائماً يمنحني تقرأ بعين الكاتب آه هو دا وأنت في المطبخ وأنا في المطبخ بالضفط يدهشني بتعامله ووعيه مع أدوات الكتابية لا أتحدث عن حكاية تتحدث عن الفنيات عن الفنيات من أين أجاء بذلك سابقة يعني لا أستطيع أن أقول تأثرة بفنان وفنان لا فيها دعوة جديدة على سبيل المثال في الثلاثية نتحدث عن ثلاثية ثلاثة أجزاء كتبت أو نشرت في السكرة وخمسة بين القصرين أصل الشوء الشكرية نعم نشرت في السكرة وخمسة فأنا نحن نتحدث على الأقل كتبها في الخمسين بدأ أو الواحد وخمسين من أين له هذا الوعي في مستويات اللغة ليس اللغة طبعا وتخفيض الحوار الفصحة إلى مرحلة متدرنية تكاد تكون دارجة لكنها فصحة الأهم من ذلك أتصور بأنك هار لديه الوعي بأنه يكتب ثلاثية ولا يريد أن أن يسرد ثلاثة أجزاء بما يقارب 1300 أو 1400 صفحة في راوي عليم سيختلف معي الكثير سيكون لكن الثلاثة يا راوي عليم نعم راوي عليم لكن هذا الراوي عليم لديه مستويات متفاوتة من السرد راوي عليم كل المعرفة رب العمل يقف بمسافة واحدة من كل الشخصيات عبد القواد فهمي أمينة كمال وفي فقرات معين وليست فصولها يقترب راوي عليم ولكن راوي عليم قريب جدا من كمال يكاد أن يكون راوي ضمني ثم بعدها بفقرة يتحول إلى الضمير المخاطب لا تحدث عن فصول تحدث عن فصل واحد والالتفات في الضمائر والالتفات في الضمائر بالضبط ويتحول إلى الضمير مخاطب أنت يا كمال كنت تفكر فيه كذا كذا أو كأنه يريد أن يكسر قالب ملل السرد في ثلاثية كبيرة الحجم فجأة يفتتح فصل أو فصل كامل لا يوجد فيه سرد حوار فلان نقطتين فوق بعض مشهد السطوع المعروف يعني استاذ سطوع بالضبط ولا يقول لك أنه في السطوع لكن من الحوار الذي يكاد أن يكون مسرحيا نعرف أنه في السطح ونعرف أيضا من الشخصيات الموجودة ذلك تصور وعي الأستاذ نجيم معفوض في أدواته هو الذي سيد سعود كما يظن البعض أن يوسف إدريس كان أحق بنوبل من نجيم محفوظ كما يقول البعض ولكن لأسباب سياسية لم ينالها هناك من يقول استاذ توفيق الحكيم هناك من يقول لا تصور تجربة ما احترامنا لهم جميعا مبدعين كبار وكما أخبرت لك إعادة القراءة ندهش بكمية الوعي لكن كما قلت الأستاذ نجيم معفوض تجربة فارقة على صعيد الأدوات المبكرة جدا ووعيه بأدواته أتصور هذا رأي شخصيا متى يبرح الكاتب العربي هذا الركن المعتم المهمش في المشهد الأدبي العالمي ويخرج إلى العالمية بقوة كما يليق بالكتاب العربي أيضا هذا السؤال لا عملك إجابة لاني لا عملك سؤال جدل جدل جدا لكن هناك كلام عن قلة الترجمات هل يسعى الكاتب إلى ترجمة أعمالي عم يسعى الناشر عم يسعى الغربي إلى يعني سؤال جميل جدا هناك كاتب يسعى إلى ترجمات ويدفع المال من هذه الترجمات وعلي لا لا تحسى بي هناك هناك كاتب أدي المال ويدفع للمترجم ويدفع لدار الناشر ويدفع للناشر الأجنبي بغاية عادتها يكون ناشر يعني مغمور ويفرح ويحطها في السيليب لا يمثل أي شيء لكن يمثل صدر داخليا لأنه ذا داخليا أيضا مترجم بنا ست سبع عشر لغات يعني وما أحد يعرف أنه هو من يدفع الوكيل العدبي رغم قلته يعني في عالم العربي يعمل على ذلك المسألة الترجمة من نسبة لي يعني وصلت الآن إلى أربعة عشر لغة كانت الفضل الأول وأخير إلى الوكيلة الأدبية هي التي تتواصل مع دور النشر الغربية أول أي دار نشر غير عربية يعني بالهند وآسيا وانتونيسيا وما إلى ذلك وأوروب إذا كنا نضع التعالي مرة أخرى نتذكر فيما رجع برلين في 2013 أو 2014 جلست مع الوكيلة لا ممو عن الوكيلة لا أتذكر جلست مع من ونشر كبير ألماني فهناك شخص عرفني عليه وقال هذا فنان الفنانية الحائز على الحال الجائزة الفنانية هذه السنة ورح يشرح له فكرة الرواية بأن ساخن بعض فاكتفى من يقول الكويتي يكتب عن الفلبين والذي سأقدمه للقارئ الألماني بهذه الصراحة وأنا جالس يعني فشفت أن في ناظرة تحكمها السوق وتحكمها ذائقة المتلاقي الغربي لذلك انعكس الأمر سلبياً في كثير من كتاب العرب مع الأسف أصبح يكتب للذائقة الغربية طمعاً بمسألة الترجمة رواية عربية رغم أننا قلنا أن المحلية هي بوابة الزهبية للمحلية صحيح هو يكتب أيضاً محلية ومو غلف المحلية لكن المحلية على اشتراطات الذائقة الغربية العين الغربية يعني نعيد انتاج صورتنا لدى آخر فتظهر الصورة العربية شوهية بالضبط كما نراها في هولوود حينما هم الأجانب يرون هذا العربي بشكله يعني لكن نحن كعرب حينما نجد صورتنا في السلمة الهولوودية فنقول ليس هذا العربي لا يشبهنا من بعضها فأصبح كثير من الكتاب العرب يكتب كأنها استشراق ذاتي يعني أصبحنا ننظر إلى أنفسنا ونصدر أنفسنا على الصورة التي يريد أن يرانوا فيها العربي طبعا بالرواج أو الترجمات أو الجواز العالمية وأيضا لم تنفعل هي غالب يعني لدى كل الكتاب الغربيين أو معظمهم ظاهرة شائعة وهي المستشار الأدبي المستشار الأدبي الذي يقترح عليه ماذا يكتب ماذا تتطلبه اللحظة الراهنة يساعده في الكتابة إلى شكل ما ولا حتى من باب شادو شادو كده هل لماذا لماذا ليس لدينا هذا لدينا التوقف أصحابنا بالضبط أصحابنا نعم غير متخصصين صحيح هذا يقولني لما سألك المحرر الأدبي أيضا ليست موجودة في أدبيات لماذا نحن فينا مشكلة كتب وربما الإيقو نحن نرى أننا نعتقد بالضبط نعتقد بأن كل ما نكتبه يعني خلاص طردانيا يعني بالضبط وهذا غير صحيح وشوفوا نحن أيضا أيضا لا أقول لن أقول نحن سأقول أنا المسألة فيها كيل بمكيالين يعني حينما ليس لدينا محررين لكن أعطي أصدقاء كتاب نقال من المقربين الذين أتق فيهم حينما يتدخل تحريرينا وليس دائقة أتحسس أتحسس بي أطلي أكس هكذا على صفحة كاملة إزرابوند كان يفعل هذا مع إليوت ويشت وكذا لم يكن يتحسس أحيانا أقتنع لكن كثير في الغالب أتحسس لكن حينما يتواصل مع المترجم الأجنبي أي أن كان أسيوي غربي أوروبي يعمل إلى حد ما نوع المحرر بأن هذه الفقرة لا تؤدي إلى شيء سعود أو لا يفهمها القارئ الغربي ليس هكذا لا يعني جميلة لغة ووصفا ولكن لا تؤدي إلى شيء في العمل تثق العمل يعني أنا أريد حدث وأنت تقبل هذا توقف وإيقاد في إلى حد ما كان يقنعني فقد أتمنى يريد لدي المترجم نعم المترجم ويكون معنا هذا المترجم خائن سعلا حربية كما يقول لكن أنا كنت أتمنى أن تكون لدي النسخة العربية من هذا المترجم كمحرر لأنه فعلا كان يدهشني يعني بأنه قلني هذه الفقرة لماذا يجب أن تكون موجودة عدانها جويلة لغة ووصفا والقمل في حد ذاتي طيمة طيمة لكن على صعيد الحدث يعني أحيانا تأخذنا الشاعرية لا تدري أنت رواية أم شاعر يعني تستغرق في الوصف وفي غين أن الرواية ننساق للقلم وعذوبة الكلمات وكذا أستاذ سعود يعني حضرتك كلمتنا عن الرقيب الذي تضع على مكتبك وصديقك للناقض الذي يعني تستحضره أثناء كتابة أنا لم أقل رقيب لكن أي تقل هو هو من اللون الرقيب صحيح في الغرب يفعلونها يعني شيئا ممثلا وهو طباعة يعني نسخات بلوبرينت كده وتوزع على النقاض مسبقة كأنها يعني soft opening للكتاب لإستطلاع رأي النقاض إلى آخره قبل الطباعة الفعلية هل ترى هذا يعني متشابها مع ما تفعله أو هذا مفيد للعمل أطول مفيد طبعا ثقافة ينفعلها في مجتمعاتنا العربية لم لا أتصور أن هناك كاتب يجرأ أن يضع النقطة الأخيرة على العمل ويدفع بها إلى العشر أتصور بأنه يرسل ليس بشكل رسمي كما يفعل الغرب أن هناك نسخة ألف ولا خمسمية ولا ستمائة نسخة لكن يعني نروح أي مركز طباعة على ورق عادي فولس كابلت أعطيني المسودات نعم لكن بالطريقة الاحترافية الغربية أنا أتذكر أول مرة في ساق البامبو حينما ترجمت صعقت من الغلاف كان الغلاف سيئ جدا وتواصلت مع الوكيل أنا في فلوبريل أبرعه قالت لي هذه ما فيش 200-300 نسخة هذا يعني سوف توزع على المختصين وهو للاستطلاع الاستطلاع الرأي للتحرير طبعا وأيضا للكتابة المسبقة عن العمل إذا أعجبهم العمل نعم 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 صحيح ليست لدينا هذه أيضا كثير من الأدبيات المشر مع الأسف ليست لدينا تحدثت عن عن الرقيب أريد هنا أنا أتوقف قريدا عند استحضار الرقيب كانوا يستغلبون الزمال أنت تستحضر الرقيب أثناء الكتاب نعم نعم أستحضر على أنه اكتشفت بأن الرقيب ينفع لي جدا الرقيب ليس الاستبعاد ما أريد أن أقولها الرقيب منحني أداة جزء كبير منها ومنحني أداة لم أكن لأملكها لو لا وجود الرقيب عدم وجود الرقيب بيجعلني أذهب أجري وألهث وراء المباشرة وأقول فكرتي بشكل مباشر أنا اكتشف بأن حينما أضع الرقيب الضمني أمامي وأعرف بأن هذه الفكرة ممنوعة وألتوي عليها نغويا وصارت أجمل فنية الغموض لون من ألوان فن أكيد إذا كان مقصود وإذا كان مدروس لذلك أقول لك بأن أنا مستفز حتى الغموض الفطري كده تلقار أفوي كل شيء أفوي إذا كان في نوع من الموازنة كما يقول الرواية التركية أرهان باموق في كتابها جميل جدا الروائي الساذج والحساس ويعتدد العفوي والقاصد يعني بأنه لا يكون العمل العفوي بشكل كامل ولن يكون مدروس بخطة والمصدرة والفرجار والهندسة لذلك حساس ضده بدي يكون هناك هناك نوع من الموازنة بين الأثنين العفوية ودراسة يعني أنا مجبولة بفكرة قطار والطائرة الورق قطار والطائرة الورق القطار يصير على قديق منتظم إذا أراد أن يبدأ صنع حادثة وكارثة بينما الطائرة الورق يعني تسير قانونه هو الجمال والحرية وتلقين حضرتك قطار أمت يرى كلا لكن أكثر ناحية الطائرة الورقية أيضا لأن القطار في نوع من الالتزام والكتاب الأدبياء تصور بأن أكيد تحتاج نوع من الالتزام لكن أنت تلميز نجيب لنجيب محفوظ ملتزم طبعا جدا ملتزم لكن أيضا أثناء الكتابة أثناء إعادة قراءة ستجدين كم من من العفوية قد تكون أنا أعرف أن العبارة قد تكون ملتبسة قد تكون عفوية مدروسة بشكل أو بأخر اللي هي دانسينج وذين شينز يعني الرقص داخل الأغلال نعم هاي تعتبر هذا الرواية التاريخية يعني كم بالمئة منها إبداع وكم بالمئة منها تقرير و يفترض مئة في المئة إبداع مئة في المئة نعم وين اتكأنا على التاريخ وين كان التاريخ في الخلف طبعا أنت أصدتيني في مقتل في السؤال لأنني يعني من أربع شهور أصدرت عملي أسفار مدينة الطين وعندما يعني رواية تاريخية كثير أولا وبالغ أقول كثير إذا كانت مئة بالمئة إبداع في الرواية التاريخية فماذا تقول عن مثلا رواية الواقعية السحرية مثلا يعني كم بالمئة منها لا إذا قسمنا يعني حتى التاريخ المطوع في الرواية التاريخية ليس بالضرورة أن يكون تاريخ كما هو أن أخذها من كتب التاريخ لا بالتأكيد أنت حتلعب عليه ولكن في النهاية أنت مستند على عمود التاريخ بقوة لكن لا يوزيح الإبداع بشكل أو بآخر الإبداع يكون موجود طريقة طرح التاريخ لذلك أقول أن تخيطني مسألة مسألة أن يكون التاريخ حاضرا كما هو تماما في الرواية مستحيل لن تكون إبداعا بالضبط لن تكون ذا سوف يكون تاريخي وتقريري بالضبط نعم وتوجيهي لكن أتصور أي عمل إبداعي يتكي على التاريخ أو غير ذلك حينما قلت قبل أن تنهي السؤال كم في المئة أنا كنت أقول مئة في المئة أنا أتصور قاد أكون مخطئ لكن أتصور مئة في المئة أن يكون عمل إبداعي يتكي إلى الإبداع يتكي إلى الخيال وهو مع الأسف المفهوم يعني غير موجود لدينا لدى الغرب موجود مفهول والسلس عود بما أننا نتكلم عن الترجمات وحضرت يعني غزير الترجمات إلى اللغات الأخرى هل لدى اللغة العربية لأنها لغة واسعة وشديدة الثراء والمفردات ولغة غنية وطبقات وأسرار إلى آخر هل تمثل الترجمة من العربية للغات الأخرى صعوبة حقيقية وربما يكون هذا السبب في قل الترجمات الإبداع العربي إلى اللغات الغربية ربما لكن هي ليست مسألة اللغة بقدر الثقافة ثقافة مغلقة لا تحدث أنه ليس من السهل يصعلها إلى القار الآخر نحن نريد هذا القلاق تأكيد لا لكن نحن لم نسوق ثقافتنا بشكل كيف نسوق كثير من الأمور المؤسسات الثقافية تضخ كثير من الأموال وتدعم الكثير لكن ليس الدعم المطلوب دعم كمي وليس على مستوى القيمة نريد أن نترجم إلى الصينية عشرين رواية شواردين موضابر لا لأنه أغلب العملين فيها يؤسفني أن أقول ذلك العمل موظفون وليس موداين شكرا يعني أنا هناك من يتحدث عن الحكومة التكنقراط أنا ما يقولون يعني أن الوزارة الصحية يجب أن يكون طبيب أنا لديه بالعكس هذا إداري ليس بالضرورة إلا وزارة الثقافة يجب أن يكون القائمة طبعا ما يفن القائمة والوظفين أيضا أنا من غير ما أقول لا أريد أن نسمي جهات حكومية تغص بالموظفين والموظفات لا يقرعون إلى الحد أن عمال المطابع يتدخلون دعون من أنفس برقباء على الإبداع هذا أيضا أيضا لجنة رقابية يعني مع الأسف لا يعني ليس مبدعين ليس قراء أيضا يريت مبدعين دي مرحلة لاحقة ليس قراء يعني ولديه ولديه رشدة ولديه نشره بالكلمات الله دين جنس ما إلى ذلك طبعا هل تصور نوع الدعم رغم أن هناك عمال تضخ لدعم الثقافة بشكل أو بآخر لكنها غير مدروسة كما أتصور هل يقع الكاتب العربي والأديب العربي تحت السطوة فعلا التبهات المعروفة الثلاثة أم هناك بلدان العربية تحررت من هذه التبهات ما هي البلاد التي تحررت على رأسها لبنان و تونس يعني الأكثر جرأة والأكثر صراحة يعني لماذا لماذا تحررت ولم نستطع مثلا في مصر أو في بلاد أخرى أنت تحرر شوفي كنت سأقول طبيعة المجتمعات لكن ليس بسياسية أتصور أكيد أكثر نطجا كانت في تطبيقات كبيرة يعني ليصلوا ما وصلوا إلي تحدي ربما في دول أخرى لا أريد أن أن أغفلها يعني لكن على رأسها تونس ولبنان يعني الأكثر حري حينما نقر الكاتب يعني يقول رأيه في المجتمع رأي المجتمعي والسياسي والسوسيولوجي في رواياته أم خارج رواياته يعني نجيب محفوظ لم يصرح أبدا برأي فج خارج روايات فهينما تسألوا ما رأيك يكون يقرأوا روايات وكثير أيضا السابع جماعة وكثير أنت نجيبي في هذا الشأن أيضا ليس بالضرورة لا أحيانا لا اليوم صرنا صرنا أبناء اللحظة والتعبير اللحظي وهذا أمر مخيف يعني تعلن أعرائك الفكرية والسياسية خارج رواياتك كثير من الأحيان وتخسر ما تخسر وستعد الفتح لدفع الفطور طبعا لا تشتميهم يومين يعني وينتهي الأمر لكن أدوات لسه أصبحت مختلفة عن أدوات زمن الأستاذ نجيب الفضليومي إذا إذا في كبر سياسي صادم مثلا أو غير مقبول بالنسبة لي يعني تويتر نفتح تويتر وقول أي كلمة يعني رغم أن يحاول كثيرا أنا من الناس الذين يكتبون ويحفظونها في الدرافت خليها يوم يوم نعم لا يعني أنا مش بقولك أنت تلميز لقي بحقي أشكل أو بآخر لكني في النهاية أقول لكني فعلا أنا أخاف من الكلمة قولا وأخاف منها أكثر كتابة طبعا لأن الكلمة تصبح بعض الكلمات وقبول بالضبط بالضبط لذلك دائما أحطها في الدرافت يوم يوين وأتأكد غالبا أن أكون خلاص تكون راح وقته وأنا كمان هديت يعني نعم لكن أحيانا فعلا لا تستطيع إلا أن تكون يعني الآن أحداث غزة مثلا مستحيل لا أتحدث على المواضيع الإنسانية على تصريحات غربية طبعا على أمس أحد المسؤولين في 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 الحكومة الأمريكية أقول عدد الضحايا المدنيين زيرو صفر يعني يعني من يستطيع أن يصمت للكز بحدود بالضبط بالضبط أي والله بالضبط فهان لا تستطيعين أن تعبر لن أقول إن شاء الله سأكتبها في رواية كمان سنة سنة لا يعني لا ما أبصده هو الذين اعتذروا عن قبول جوائز مهمة مثل نوبل أو كذا لاعتبرات سياسية هل الكاتب يعني يعبر عن آرائه السياسية داخل رواياته وكذا ولكن في الخارج أيضا خارج وهو إنسان عادي يرفض أو يطول الجائزة لاعتبرات سياسية هل ترى هذا يعني مقبولا أم مفجا أم أم شو أحيانا قد يكون شو يعني هي ليست حالة واحدة سطيعا صحية بالطفق في شخصيات ونعرف كل حالة في شخصيات متسقة تماما مع رأها فلان فلان يعتذر عن جائزة الدولة لا يمكن أن يكون شوالا أن نحن قرأنا لفلان ونعرف مواقفه فاعتدار عن الجائزة جاء منتسق معنا التي لا عرفها علي والتي يقدم ويصدر نفسه بصورتها وأيضا من يقبل الجوائز إذا هو لم يصدر لنفسه صورة بأنه ضد الجوائز ولديه مواقف معينة فلن يحظى بالجائزة ويقبل فيها يعني متى ما كان المكرمة الجائزة متسقا مع عراءه حينما يعتذر أو حينما يقبلها هذا الأمر مقبول كما تصول يعني هل أنت راضا عن الترجمات التي ترجمت إليك كيف تحدد إذا كانت ترجمة إذا كانت هذه الترجمة رفيعة أم ركيكة أم حرفية جميل لأن الترجمة يعني تقلص حجم الإبداع مهما كانت أكيد أكيد لا يوجد لدي رأي لأن أنا لا أتحدث في اللغات التي ترجمت لها يعني لكن تعرفين المسائين من تواصل القارئ المباشر يعني حينما أجد أن النسخة الأندونيسية والتركية تتنافسان من ناحية القراء الذين يرسلوا لي يعني أصبحنا متاحين الآن يعني في الـ دايركت ميسج في التويتر فيسبوك والمسنجر ومعنا ذلك فأستطيع أن أقول أن الترجمة جيدة من خلال التلقي تلقي العمل لكن لا أستطيع أن أجزم ما الذي فقده النص لكن أكيد فقط لكن طالما أن المسألة لا تدفع هل يترجمك مبدعون أم متردون كلاهما أحيانا المترجم فقط متخصص وأحيانا يكون كاتبة أو كاتبة هل يستطيع مترجم غير يعني الذي ليس أديبا ولا شاعرا أن يترجم نصا أدبيا رفيا الأمر صعب أكيد لكن لا لا أستطيع أن أقيم كما أقول لك أنا لا لكن ترجمك ناس مترجمون فقط مترجمون أدبيين لكن مترجمون أدبيون نعم لكن ليس بالضرورة أن يكون لديهم نتاج أدبي يعني صالح ألماني على سبيل المثال يعني لم نعرفها في خارج هل جربت أن يترجمك شاعر ومقاب عفوا هل جربت أن يترجم رواياتك شاعر من دولة أخرى من لغة أخرى لا أدري إذا شاعر ولا لا أديب لعب كاتب يعني فكشن لا أدري لسه متأكد قرأت لا لا لأنه أغلبهم لا يعني بعد أن يترجم أستاذ سعود بشكرك جدا جدا على هذا الحوار الثري وقد يعني كان حوارا رائعا وراقيا ورفيعا مثل إبداعك الله يحفظك السعادة فهو أدنى أنا اللي سعيد جدا بلقاءك وبدردشة معك وإن شاء الله تتكرر بيتنا إن شاء الله وإلى حلقة قادمة من بودكاست صورة وصوت مع فاطمة نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا